السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذه الفيديو سنرى كيف نستعمل if else statement يعني داخل ال else هناك أيضاً if else أخرى هنا السنتاكس بصفة عامة نبدأ بكتابة if إذن condition 1 لدينا شرط أول لو هذا الشرط الأول تحققه الكمبيوتر سوف ينفذ ما هو موجود بين هذه الأقواس يعني الكود الأول else سنضع شرط ثاني إذن لو الشرط الأول ما تحقق سنراها للشرط الثاني تحقق أم لا if الشرط الثاني تحقق الكمبيوتر سوف ينفذ الكود to else نأتي للشرط رقم ثلاثة إلى غير ذلك إلى أن نصل للشرط الأخير بيمكن أن نسوي else على طول دون أي if last code to be executed بيمكن أن نشرح هذا الكود باستعمال اللي على اليمين إذن لو عندي if else if else statement الكمبيوتر سيبدأ بتنفيذ الكونديشن الأول الأولى وسيرى حسب الحالة هل الكونديشن الأولى صحيحة true الكمبيوتر سينفذ الكود الأول ثم سيروح إلى ما بعد الإف يعني the remaining code سينفذ البقية الآن لو الكونديشن الأولى خاطئة الكونديشن الرقم واحد خاطئة الكمبيوتر سيروح للelse false إذن يروح للكونديشن الثانية نفس الشيء في هذه الكونديشن الثانية هناك حالتين أما هي صحيحة في هذه الحالة الكمبيوتر سينفذ الكود الثاني ثم سينفذ بقية الكود أو الشرط يكون خاطئ false الكمبيوتر يروح إلى الكونديشن الرقم ثلاثة ثم إلى أربع إلى غير ذلك إلى النصل لو كل هذه الشروط من واحد إلى آن كلها خاطئة الكمبيوتر سينفذ الـ last code الآلس الأخيرة last code to be executed ثم يروح إلى remaining code هنا مثال يستعمل الـ if-else if-else عندي الكود التالي الذي يقوم بتعريف متغير mark يساوي 75 mark سيمثل درجات الطالب لو درجة الطالب لو المارك أكبر من مئة أو أصغر من سفر أوكي وذكر أن هذه العلامة تمثل أو see how the mark should be between 0 and 100 درجة الطالب يجب أن نكون بين 0 و 100 لو هذا الشرط خاطئ نروح للشرط الثاني else if mark أكبر أو يساوي 90 يعني بما أن الشرط الأول خاطئ يعني أن الدرجة محصورة بين 0 و 100 وبما أنها أكبر من 90 يعني هي محصورة بين 190 لذلك طلبت من الكمبيوتر أن يطبع grade A لو هذا الشرط خاطئ يعني أن درجة الطالب أصغر من 90 نروح للشرط الثالث ونتأكد هل درجة الطالب أكبر من 80 هل هي أصغر من 90 لكن هل هي أكبر من 80 لو كان هذا الشرط صحيح الكمبيوتر سيطبع grade B لو هذا الشرط خاطئ يعني أن المارك أصغر حتى من 80 نروح للشرط اللي بعده ونتأكد هل المارك أكبر أو يساوي 70 لو كانت أكبر من 70 سنطبع grade C في هذه الحالة طبعنا grade C لو كان الشرط هذا خاطئ لا رحنا للشرط اللي بعده هل المارك أكبر أو يساوي 60 في هذه الحالة سنطبع D ELSE ELSE يعني أن متأكدين لو وصل الكمبيوتر لهذه الحالة يعني كل الشرط اللي فوق خاطئة ويعني أن المارك محصورة بين 0 و 60 grade F ننفذ الآن الكود على IF ELSE ندى بتعريف متغير INT MARK سأطلب من المستخدم إدخال هذه القيمة التي تمثل درجة الطالب إذن COUT أم 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 أدخل قيمة خاطئة ونقوله أن المارك should be between zero and one hundred لو كان هذا الشرط خاطئ نروح للألس ونسوي إف إذن الشرط الثاني الآن هل المارك أكبر أو يساوي تسعين لو كان ذلك صحيح إيش هنسوي see out mark أو grade a else لو كان الشرط خاطئ نروح للشرط آخر if mark أكبر أو يساوي ثمانين في هذه الحالة سنطبع grade b else إذن لو كان الشرط هذا خطأ نروح للألس ونضع الشرط جديد لو المارك أكبر أو يساوي سبعين see out grade c else if إذن مرة أخرى لو الشرط mark أكبر أو يساوي سبعين خاطئ يعني المارك أصغر من سبعين نروح للشرط هل المارك أكبر أو يساوي ستين في هذه الحالة see out grade d else إذن لو كل الشرط اللي فوق خاطئة أحنا متأكدين أن المارك أصغر من ستين محصولة بين سفر وستين لذلك لا نحتاج لإضافة الشرط جديد سنطبع على طول see out grade f نطبق هذا البرنامج enter a mark إذن سأدخل قيمة سأضع القيمة 110 mark should be between zero and 100 أعيد تنفيذ البرنامج الآن سأضع القيمة سالب خمسة نفس الشي الكمبيوتر يقول لي أن القيمة يجب أن تكون بين سفر ومئة ونفذ البرنامج مرة أخرى وسأضع هذه المرة القيمة 75 المفروض الكمبيوتر يتبع لي see ونفذ البرنامج مرة أخيرة أضع القيمة 50 الكمبيوتر يضع لي f بإمكانكم أن تغيروا هذا الكود ليصير الكمبيوتر يطبع a plus a b plus b إلى أن يصل d plus d f